اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان من تلى فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور نتوقف مع هذه الجملة مع هذه الفقرة من كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لنضيئ عليها ولنستوضح هذه الكلمات النورانية من رسول الله صلى الله عليه وآله من المعروف أن القرآن الكريم يتألف أو يشتمل على ستة آلاف ومائتين وستة وثلاثين آية الله سبحانه وتعالى يقول لنا إذا بنعمل حسابات من تلى فيه آية في شهر رمضان فكأنما ختم القرآن في غيره من الشهور يعني له أجر وثواب من تلى ستة آلاف ومائتين وستم وثلاثين ختمة من القرآن الكريم إذا أردنا أن نجرى عملية حسابية بشكل أضاق ونوضح أكثر كم يحتاج الإنسان لكي يختم القرآن ستة آلاف ومائتين وستة وثلاثين مرة يحتاج إلى ما يكرب من خمسمية واثنعشر سنة تقريبا حتى ينجز ختم القرآن في كل شهر مرة إذا ختم القرآن في كل شهر مرة فإنه يحتاج إلى مقدار من الوقت يعادل أو يزيد عن خمسة قرون الله سبحانه وتعالى جعل لنا ثواب ختمة واحدة في شهر رمضان من القرآن الكريم بدلا من أن نستغرق خمسة قرون لنيل هذا الثواب جعله الله سبحانه وتعالى في ختمة واحدة للقرآن الكريم في شهر رمضان إذن ألا يستحق القرآن الكريم أن نهتم به في شهر رمضان وأن نعمل لكي نستفيد من تلاوته أجرا وأن ستفيد من آياته معرفة ونستفيد منها ثقافة والتزاما وعبادة إذن لينبغي في شهر رمضان أن لا نهجر القرآن وكذلك في غيره من الشهور لأنه ورد في الحديث الشريف ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة قرآن معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ومسجد خراب لا يصلى فيه وعالم بين جهال فهلموا إخوتي لكي ننهل من معين القرآن الكريم من ربيع القلوب من كتاب الله من وحي الله سبحانه وتعالى أن نعود إليه بدل أن نهجره أن نصله حتى لا يشكون القرآن الكريم يوم القيامة إلى الله عز وجل إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إذن كتاب الله ينبغي أن نهتم بتلاوته وأن نهتم بالتعرف على آياته ومعانيها وعلى قصصه وعلى أبعادها وأن نستفيد منه في إصلاح أنفسنا وفي إصلاح مجتمعاتنا وأن نعمل لكي نترقى في شهر رمضان نحو الأفضل التزاما بقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فالقرآن الكريم كتاب يحتاج المسلمون دائما إلى العودة إليه ولا أن ينهلوا منه وطبعا القرآن الصامت لا يستغني عن كتاب الله الناطق أن نستفيد هذه المعرفة من تلاوة كتاب الله بأن نعود إلى رسول الله وأهل بيته لنعرف معاني هذه الآيات المباركة وتفسيرها وشرحها وتأويلها وما ورد عنهم من روايات حول بطون معاني هذه الآيات المباركة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته